السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس تكملة لدروس المجالات المغناطسية نجد أن نتكلم اليوم عن المجالات المغناطسية في الملفات اللولبية والحلقي الملف اللولبي الحلزوني يتكون بعبارة عنه أنه سلك ويتكون من عدد من اللفات وتتباعد لفاته عندي عدد لفات طياء وشد الطيار يمر به طيار قهربائي عند مرور هذا الطيار يتولد داخله مجال مغناطيسي يمكن تحديد اتجاه المجال المغناطيسي داخل الملف عن طريق قاعدة قبض اليد اليمنى مثلما تعلمنا في الملف الدائري الإبهام يشير إلى المجال والأصابع للطيار والقانون الذي يمكن إيجاد قيمة المجال في الملف اللولبي البي بتساوي الميو إن حيث إن سمول هي عبارة عن كثافة عدد اللفات أو عدد اللفات في وحدة الأطوال إما أن تطبق هذا القانون أو هذا حسب المعطيات يمكن استخدام قاعدة قبضة اليد اليمنى لتحديد اتجاه المجال الأصابع تشير لاتجاه الطيار والإبهام يشير إلى المجال المغناطيسي للشمال فبالتطبيق على مثل هذه القاعدة نعطي المجال وهناك أيضا سنتعلم في من هذا الشكل يتكون من هذا الملف من حلقتين محوريتين ويتكون كل حلقة من عدة لفات بعد ذلك يكون المجال المغناطيسي منتظما عند المركز بين الحلقات ويكون المجال المغناطيسي غير منتظم داخل الحلقة يبقى إذن عند إجاد المجال المغناطيسي فيكون منتظم داخل الحلقة وعند تكملة اللفة بيكون غير منتظم كما سنتعلم في التال وهذا يسمى ملف هينمو ليلز العوامل المؤثرة في المجال المغناطيسي الناتج عن مرور طيار في ملف لو لبي من خلال القانون نجد أن البي تتناسب مع مين يا أستاذي في حسب الشكل هنا طبعا دي للملف يا أستاذ تذكرة سريعة على الملف الدائري على الملف الدائري طيب أخذنا في الآن من دقائق أن البي في الملف اللو لبي بيتساوي نفس القانون نفس البسط الميو آي إن على إل حيث الإل هي طول إيه الملف والآي على الإل اللي هو إيه الإن على الإل هيساوي اللي هو عدد ألفات لوحدة إيه الأطوال طيب العوامل المؤثرة في الملف نجد أن الآي تتناسب تناسب ترضي مع البي وأيضا كما تعلمنا في الملف الدائري الاي البي تتناسب مع الاي عدد اللفات وتتناسب عكسي مع طول الملف أي إنما قل بما أن العوامل هنا عكسي فيكون عند زيادة نصف القطر ايه أو ايه زيادة الطول هنقول هنا يا أستاذي ها زيادة الطول إلى الضعف فيقل المجال إلى النصف كيف أيضا عند الطيار يتناسب ترضي مع شدة المجال وعدد اللفات تتناسب أيضا ترضي مع المجال المغناطيسي والل اللي هو الطول يتناسب أي عكسي طيب عند وضع قلب حديد داخل الملف نعم تزداد النفاذية فبالتالي يزداد المجال المغناطيسي مثال يبين الشكل الآتي كيف يمكن تحديد اتجاه المجال باستخدام قاعدة قبضة اليد اليمنى هنا عندي طبعا الخطوط المجال خرجه من هنا فهذا يمثل النورس والنورس يمثل ايه الابهام فنجد الطيار يتحرك الى ايه اسفل فنجد ان الطيار بيتحرك في اللفات الى اسفل ثم الى ايه هذا الاتجاه فبيكون هذا هو ايه الرسم باستخدام قاعدة قبضة ايه اليد اليمنى يبقى احنا حددنا قطبية ايه الملف باستخدام من خلال الشكل وكذلك حددنا اتجاه الطيار. تلاتة اكتب طريقتين يمكنك من خلالهم زيادة شدة المجال طبعا يا اما زيادة عدد اللفات او زيادة شدة الطيار او وضع قلب ايه حديدي او نقص ايه الطول. يبين الشكل ملف لو لا بي هوائي النواة يعني الميو بتسوي اربعة باي دربع عشر اسلب سبعة. طيب الان عندي الطيار كيف يمكن ايجاد اتجاه الطيار يخرج من الكطب الموجب. فهنا عندي الطيار بيكون بهذا ايه الشكل. هوا. دي هنا ايه ايه ايجاد الطيار. طيب من خلال الطيار باستخدام قاعدة قبضة اليد اليمنى باحدد كطبية ايه ها الملف. يبقى الاصابع بتكون لاعلى بهذا الشكل وهنا ايه النورس وهنا السويس. يعني ما جاكمل بلاقي ان المجال في الداخل بيتحرك من السويس الى النورس. وفي الخارج من النورس الى الايه السويس. في الداخل مجال منتظم وفي الخارج مجال غير ايه منتظم. ارسم خطوط المجال. بسمنا خطوط المجال بتكون بهذا الشكل. فيمر بالنقاط الاربعة ايه بهذا ايه الشكل سواء واحد او اتنين او اه ثلاثة. واحد داخل المجال بيكون الى اليسار. ثم اتنين بيكون بهذا الشكل بنعمل مماس. بيكون مماس ما يجي يقولك احسب او اوجد اتجاه المجال عند هذا النقطة برسم مماس. لان من خطوط المجال تكون مماس او اتجاه المجال يكون مماس لايه اتجاه المجال. يبقى ايضا بهذا الشكل عند التلاتة بيكون ايه داخل لاننا طبعا هنا ايه نورس وهنا ايه السوز. يبقى كده احنا حددنا اتجاه الطيار من خلال البطارية بعدين حددنا طبية الملف بعدين رسمنا خطوط المجال. يبين الشكل الملف الاولابي عندي ان و ال ال ان بي تمانية وعندي ال ال بي صفر بوينت اتنين وعندي ايه ال بي. عاوز ايه شدة ايه الطيار. طيب احسب شدة الطيار اقول يا استاذ ال بي بتساوي الميو اي على ايه وهنعوض في القانون يبقى ال اي بتساوي خمسة امبيل. حدد قطبية الملف. حدد قطبية ايه الملف. باستخدام قاعدة قبضة اليد اليمنى. بيقولنا ان هو ايه بيكون واتجاهه نحو ايه اليسار. يبقى هنا ايه النورس. وهنا ايه الساوس. ومن خلال النورس والساوس اوجدنا اتجاه اه شدة ايه الطيورة. طيب الان للملف اللولابي الخاص بالكاشف الموجود في مقتبر ببروكهافن الوطني في نيويورك. عندي المجال المعناطيسي نص تسلة. يمر به طياء اه صفر بوينت اربعة كيلو امبير. وطول الملف اللي هو ايه ال. ما عدد اللفات عاوز الان. بعوض في القانون. يبقى اذا ايه الان هتساوي تمانية ضرب عشرة ايه ستلاتة ايه لف. يبقى كده انا اجواد عدد اللفات من خلال قانون الملف اللولابي. يحتوي الملف اللولابي على متين لفة لكل سنطر. لكل سنطر. يعني ايه هنحول عند الان على ايه الصنطر طبعا الطول واحد سنطر فبالتالي هاضربه في عشرة السالب ثلاثة. ويتحرك الكترون بسرعة. اه يبقى هنا فيه الكترون عاوز ما مقدار الطيار في الملف اللولابي. طب عندي سرعة وعندي نصف كتر. البي بتساوي الميو ان اي على ال ال. يبقى اذا عندي شدة الطيار اقدر اجيبها من هنا ولكن بجيب البي ازاي استاذ بجيب اهو الار بتساوي الام بي على البيو في البي. عندي شحنة الكترون وكتلة الالكترون والسرعة. والبي بتساوي اه 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 البي مجهولة. فاذا من خلال هذا الاي الاي القانون بنجد اه البي. وبرجع عوض عنها في قانون الملف اللولابي. ولاجاد شدة اه الطيار. يبقى الاي هتساوي صفر بوينت واحد واحد تلاتة اه امبير. يبقى من خلال قانون اللي احنا اخدناه فيه اللي هو اه مطياف الكتلة لاجاد نصف الكتر. الار بتساوي الام بي على دي في الواحدة السبعة. اوجدنا المجال المناطيصي. بعد كده عوضنا فيه قانون الاي الملف اللولابي. واوجدنا مين يا استاذ الار. بعد كده عندي ايه امثلة برضو بتعويض مباشر. مسألة رقم خمسين. بتعويض مباشر هيطلع البي. اه مسألة واحد وخمسين عندي عوامل تغيرت باستخدام مين يا استاذ الايه? همه? الاعوامل المأثرة في الملف. بمعنى اه يبلغ كتر الملف اللولابي اه ضعف كتر الملف اللولابي بي. يعني لو انا عندي الار اه كتر يعني ادي. لو انا عندي مثلا الار اه بار مثلا عندي ار طب والار بي هنقول مثلا يعني غير ايه استاذي غير الار وغير عدد اللفات فالار ايه هتساوي الار طب والار بي هتساوي اتنين ار او حسب ما هو ايه هنستخدم اه يبقى يابلو قطر الملف لو لا بايه ضعف يبقى هنا هيساوي اتنين ار وهنا هيساوي ايه استاذ ار او حسب المعطيات طيب غيرنا كم عامل الار بس لا انا عندي عاملين العامل الار وكذلك ها ايه الطول ايه طول الملف وكذلك عدد ايه اللفات طيب طول الملف جي ايه استاذي وطوله ثلاث اضعاف طول الملف بي ثلاث اضعاف طول الملف بي يعني الال ايه هيساوي ثلاثة طب والاللي بي هيساوي واحد طب خلصة المسألة لا يكون فيه عدد لفاته اربع اضعاف عدد لفات الملف بي يعني ان ايه باربعة طب والان بي بي ايه بي واحد طيب يبقى هنا كتر الملف اللولابي ايه واضعاف كتر الملف اللولابي ايه بي طيب الان الكتر ليس من العوامل المؤثرة في الملف الايه اللولابي طيب هاخد مين يا استاذي هاخد العاملين الال والان يبقى البي بتساوي ها الان ايه اللي بي على ان بي الايه اعوض من خلال المعطيات فهيطلع لي البي ايه على البي بي هتساوي اربع الى ايه ثلاثة. بعد كده عندي عنده اجاد الملف او اه عند زيادة المجال لملف قلنا اما زيادة ها الميو زيادة الان زيادة الاي ونقص الال. طب هو بقول لي ايه استاذ? لمضاعفة المجال داخل الملف. اه. هنا ايه? مضاعفة طول الملف. او شطر الملف نقص الطول. يبقى اذا العلاقة عكسية بين الال والبي يبقى العكسي يبقى هناخد ايه استاذ انقاص الطول الى النصف فبالتالي يزداد المجال الى ايه الضعف. الملف اللولبي عند توصيل الاطراف هذا هو الملف اللولبي. عند توصيل اطرافه ببعضها يعطينا ايه استاذي ملف ايه حلقي. يعطينا ايه ملف حلقي. وهذا الملف الحلقي ايضا يوجد قانون لايجاد الملف الايه اللولبي. البي بتساوي طبعا الميو اي على اتنين باي ار. دي بالنسبة للقانون الايه المراء او كيف يمكن حساب المجال المغناطيس للملف الايه الحلقي. وايضا بستخدم قاعدة قبضة اليد اليمنى على الايه الملف كما ايه بالشكل. فنشوف المجال بيكون في الخارج من الداخل او من الخارج حسب الايه المعطيات. يبقى في الملف الحلقي بستخدم الايه القانون هو نفسه ملف الاولبي بس ايه اتصل اطرافه ببعضهم البعض. بيكون بيولد ليا ايه مجال ايه مغناطيس. يمكن حساب قيمة المجال الميو في الان في الاي على اتنين باي ار. هنا ايه المثال. ايه مغناطيس حلقي ايه مصنوع من سلك نحاسي طوله ادي الايه الال. ويحمل اتشد الطيار وادي الدي وعند نصف الكتر بالسنطة اضرافه عشر او السلب اتنين. من خلال الايه اللي على اتنين باي ار على المحيط هيدينا عدد ايه اللفات. يعني الطول على المحيط يدينا عدد اللفات. بعوض في هذا الايه القانون. البي بتساوي الميو ان اي على اتنين باي ار. يبقى ايضا انا استاذ اوجدنا المجال المناطيسي للملف الحلقي. يبقى الملف الحلقي هو صورة من صور الملف اللولبي. وكده يبقى احنا انتهينا من درس الملف اللولبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة